موسيقى السلام عليكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد اوي بس هو موضوع يعني موضوع الساعة ودائما فيه كثير من الابحاث يعني بحث وتنمية فيه بحث وتنمية واخد باع كبير اوي في السوق العالمية والموضوع ده هو الزراعة بدون تربة الزراعة بدون تربة الزراعة بدون تربة دي بينشق منها مواضيع كبيرة اوي بينشق منها الزراعة الاسطح عايزين نعرف لما كون عندي سطح مساحته قد ايه اقدر اعمل فيه هذا المشروع المشروع ده مربح ولا غير مربح طيب هل اللي بيتعامل في الاسطح دوت ممكن يبعى على نطاق تجاري طيب لو على نطاق تجاري اقدر انافس في السوق بقدر ايه بحيث ان يعود علي بالمكسب ويحصل فيه استمرارية واستدامة للموضوع دوت هنتكلم برضو عن الزراعة الهوائية اللي هي الجزور الهوائية هل ممكن فعلا انتج تقاوي بدل ما بستوردها عن طريق الزراعة الهوائية كتير قاوي الزراعة ابن تربة في روحها كتير جدا جدا وان شاء الله احنا النهارده اول حلقة وهنعمل لها حلقات كتير ونستو فيها وهنفذكو بكل المعلومات وبرضو بنستقبل تليفوناتكو واستفساراتكو على مدار كل 24 ساعة في صفحة البرنامج الايادة النباتية او زابوتونيكال كلاني كل ده هنتكلم فيه مع ضفنا اللي مشرفنا في الستوديو الاستاذ الدكتور سيد حسن احمد رئيس قسم بحوث الاساليب الزراعية المغلقة بالمعمل المركزي للمناخ ازاك يا دكتور اهلا سهلا دوت خالد موضوع الزراعة المغلقة يعني بحوث اساليب الزراعة المغلقة عايزين نتعرف يعني ايه زراعة مغلقة تمام تمام احنا عندنا المسمى الكبير الزراعة عبدون تربا زي ما حدك ذكر الزراعة عبدون تربا بتنقسم الى شاكين شاك الوبين سيستيم او نظام المفتوح وده نظام انا ما بستردش فيه المياه بل بقننها اقل المستوى المياه لأدنى درجة نظام مفتوح يعني في الارض العادية سواء كان في الارض العادية في الاوبين فلد او داخل زراعة محمية انا ما يهميش انا مسمى النظام نفسه انا عملته نظام مفتوح عبارة عن حوية بزرع فيها النبات اي ان كان المساحة بوصلها المياه بمقدار معين على قد احتياجاتها اليومية ولكن بيحصل تراكم بسيط في العراسل المغزية اكتر من احتياج النبات فبعمل يوم للغسيل اروي بمية علشان اتخلص من اي عناصر زيادة ما اوصلش بدرجة التمليح او درجة الملوحة في الميديا او في البيئة اللي انا زارع فيها ده اللي بسميه المفتوح ده غير الاوبين فلد وغير الزراعة ده اسمه مفتوحة ده تابعي تابع الزراعة عبدالطوربة برضو ولكن بسمي الاوبين سيستيم عشان حدك ذكرت تفصيل دقيق للكلوس سيستيم او لنظام المغلق طب ايه بقى النظام المغلق اللي هو الشق التاني من الزراعة عبدالطوربة هو النظام اللي بعيد فيه او بسترد فيه دورة المية بتاعته يعني ما عنديش اي هادر من المية ما فيش عندي هادر خالص انا بمرر المية على جزور النباتات تاخد احتياجاتها زي ما هي عايزة نباتات حسب عمرها وعلى حسب فترة النمو الخاصة بيها وترجع المية اجمحها وارجحها لخزان التغذية مرة تانية في دايرة مغلقة بدون اي تهدير وبدون اي فقد في المية يحصل النقص البسيط في كمية المية اللي بيستهلك عن طريق النبات نفسه سواء كان في عملية النتح اللي بيقوم فيها النبات او في بناء الانسجة الخاصة بي او تبخير يا فن البخر ما هو النتح او البخر اللي هو النتح او بناء انسجة النبات نفسه مش بخر نتحة بخر المية نفسها البخر اللي هو النتح الخاص بالنبات نفسه اللي هي البخر بس كده ده الفقد ده الفقد زائد زائد ما ممكن فيه بخر عن طريق الشمس يطلع يفقد مية وعشانا بقى ده بيختلف على حسب النظام بقى اللي أنا هستعمله أنا ما استعمل نظام مغنق تماماً زي أنظمة التيوب أو المواسير فبتبقى مقفولة تماماً فما فيش أي فرصة للبخر من السطح اللي هو البخر العادي ولو زارع سابستريت ففي جزء بقصيد بقى هيتبخر من السطح المعرض لأشعة الشمس ولكن أنا أصدت إن الجزء اللي هيتم بخره اللي هو عن طريق النتح بتاع النبات نفسه أو اللي هيدخل في بناء أنسجة النبات نفسها في بناء الأوراق والسيقان والجزور ونمو النبات والإنتاج السامري أو المحصول السامري اللي أنا باخده من النبات فده الجزء اللي بيستهلك فيه عملية الإنتاج نفسه وصلت إفادي لكن مفيش عندي أي فأد تاني فالميا بترجع للخزان فبذلك بحقق فائد أو بحقق وفر في الميا يصل أحياناً إلى من 70 إلى 80% من كمية المياة اللي ممكن استهلكها بأي نظام رياع حاجة وصلت جداً طيب دلوقتي احنا عندنا زراعة أسطح وفي زراعة أسطح بتقبع على مستوى ضيق جداً وفي زراعة أسطح بتقبع مكسفة أنا النهاردة عندي بيوت أو منازل فقيرة واخبار حضرتك الناس دي بطول الله أنا عايز أزرع السطح بتاعي وأتكسب منه وأكل غزا نظيف في ناس تانية بطول الله أنا عندي أسطح يعني كومباوند مثلاً أو منطقة راقية منطقة غنية يعني عايز أزرع زراعة أسطح وبرضو أحقق الأكل العضوي الجميل اللي أنا زرعه بإيدي وما فيش مانع إن أنا برضو أستعيد فلوسي ده في صورة مكسف فأنا عايز أعرف العائد المادي أنا دلوقتي خلاص العائد الغذائي الصحي بالنسبة للفقير وبالنسبة للغني ده واحد واحد تمام على حقيقة المادي الفقير يقول لك ولا أنا عايز فلوس أنا عايز فلوس تمام يزرع إيه يعمل إيه وزراعة المكسفة ممكن الراجل الغني ده هل بالنسبة له تعتبر استثمار هترجع له رأس المال والفائد بتاعها عايزين توضح لنا الموضوع ده أنا بس النقطة دي نقطة حساسة أوي وفعلاً كويس إن حضرتك سألتني فيها دكتور خالي لأن فيه ناس كتيرة ناس كتيرة بتظن إن الأسطح واخد بالك مشاريع تجارية ممكن تدر عائد ممكن واحد يجي لي حاطت تحويشة عمره عشان يعمل مشروع يدر له عائد أو يساعده على المعيشة زي ما إيه زي ما كلنا بنحاول نعمل في خلال المرحلة أو الفترة اللي احنا فيها دي والكل عايز واخد بالك يستزيد أو يزود واخد بالك أنت دخله بأي وسيلة من الوسائل تمام فمشاريع الأسطح الهدف منها أساساً لما المشروع اتعامل في 2001 وزارة زراعة المصرية ومنظمة الأغزية والزراعة فاو كان الهدف منه أعانة المرأة المعيلة اللي هو الهدف السامي اللي حضرتك بتتكلم في الوقت إزاي إن أنا الأسر الفقيرة سعيدها إنها تدر جزء أو تدر عائد يساعدها على إيه المعيشة ده تحقق كيف أنه ولا هقول لحضرتك هو تحقق كاكتفاء ذاتي بالنسبة كبيرة جداً إن الناس عملته اكتفت منه ذاتياً في بعض أنواع المحاصيل زي الورقية اكتفوا فعلاً ذاتياً بالكامل استهلكهم يعني استهلكهم مع تحيق فائد من الورقيات كان ممكن يساعدوا به بعض أو يساعدوا به بعض الأرايب أو بعض المعارف ولكن السامريات اختصرنا على إن أنا وفر طبق الصلطة اللي ممكن أي أسرة تاكله طازج من غير أي ملوسات محصول نظيف تمام ما فيهوش أي مشاكل يعني أنا برضو عايز أوضع حاجة حظر عايز أوضع حاجة دلوقتي إن الراجل الفقير اللي أنا بزرع عنده الحاجة دلوقتي هيبع عنده اكتفاء ذاتي غيزائي هياكل منه أكل كويس هاكلم في النقطة دي بس توليح سواء منتحها تكلمتوا يا فاند الراجل الفقير دهوه دي إيه واخد بالك بيستهلك جزء من راتبه أي أن كان الراتب كمصاريف على مستلزماته من الخضروات كل شهر لو أنا طب وفرت البند دهوه ما هو ده مكسب آه بس أنت بدفع راس مال في الأول راس مال واخد بالحضراتك في الأول ده إنشائي بيقعد معايا كذا سنة النظام شغال فلما جاء مثلا أقسم التكاليف اللي تكلفها على العمر الافتراضي الخاص بالنظام يطلع التكلفة زي تكلفة أي نوع من أنواع الزراحة هو دي وجهة نظر إنما الرجل الفقير ما بيحسبهاش كده ما بيحسبهاش كده ليه ما بيحسبهاش كده يعني أنا رجل فقير لما هو يقول مثلا أنا هاشتري هعمل المشروع دوت ولو أحس بس أنا بيشتري اخدار كل يوم بعشر جنيه لا فعلى المستوى العالي ده بيوفر لي لا ده أنا المشروع البالك ده الفلوس دي ده أنا أستثمرها مثلا في توك توك أو أستثمرها في حاجة جيب لي دخل يوم دي حسابات حسابات آه لازم لازم تحترم بالنسبة للرجل الفقير لازم تحترم تمام إلا إذا كانت هناك جهة والجهة دي سبونسر بيدي للناس دي بيعمل المشروع ده مجانا لهلاء الفقراء تمام وبعد كده هم بيعتمدوا على نفسهم ده موضوع تمام الموضوع التاني اللي هو الرجل الغني أو الساري تمام ده يهم الغذاء إلا أنه في ساري تمام يهموا إنه هو يأكل أكل نظيف تمام وفي نفس الوقت الرجل ده لو كسب يبقى كويس تمام فبرضه كلمنا على الزراعة الموسعة بالنسبة للمشاريع الكبيرة لأن المشاريع دي مش رخيصة فيه أخد جزئيتين فيه زراعة موسعة بالنسبة للأسطح آه ودي اللي بيقوم بها الغني ما يقومش بها الفقير والفقير زي ما حضرتك قلت بيعتمد على دعم خارجي بيجيله من أحد الجهات المنحة اللي عايزة تساعده على أنه هو يستزيد أو يزود دخله واخد بال حضرته زي دي كده فاني من المعروضة الآن ده شغل تجاري يعني ده شغل تجاري ده مستثمر المستثمر بقى أخدها من منطلق تاني إما أن أنا أعمل ده أسطح يعني الصورة اللي جات واخد بالك وعدت بصورة عديدة ده أسطح ده شغل واخد بالك تجاري ده سوا بتتعمل على مساحات كبيرة الهدف منها تكسيف الزراعات رأسيا عشان أطلع أكبر عدد من نباتات من وحدة المساحة ويكسب طبعا ويكسب ومكسبه بس مرتبطة بنوعيات المحاصيل اللي أنا ممكن أزرحها بقى زي يبقى واضح مع المستثمر من كلامي هنا من المكان هنا يبقى أنا بقول كلام واخد بالك فيه مصداقية لما أزرع أزرعك زي المحاصيل اللي احنا شايفينها في الصورة دي محاصيل ورقية اللي هي فردية يعني بتقطب بالحبة لها عمر بتنضك فيه واخد بالحضرك وبأطفها وبأزرع غيرها أنا بقدر عن طريق زي الخاص ده كبير زاوت أنواع خاص أوروبي ده اسم البتافيا مثلا نبات البتافيا الأخضر أو خاص البتافيا أحد أنواع الخاص الأوروبي اللي لها براندينيم وملهاش منافسة في الأرض وبتتباع بأسعار عالية فعشان كده لها مرضود اقتصادي لما أعملها في مشاريع زي مشاريع الزراع عبدالنطربة الإنتاج التجاري بنظام زي اللي احنا شايفينه ده بسميه نظام المواسير الهارمي وده هو التكسيف الرأسي بيزود في عدد النباتات بوصل به إلى قرابة 36 نبات في المتر المربع في حين أن أنا في الأرض العادية ما بقدرش أزرع أكتر من 9 إلى 12 نبات ده 36 طبعا فأنا عندي واخد بالك أنت كذا ضعف طيب كمان بوصل لضعف تاني عن طريق أن النبات لو زرعته في الأرض ياخد معايا شهرين فراولة هو يفهم ده فراولة ده فراولة سمريات بطريقة بنسميه طريقة الطور الرأسي ده عبارة عن مجموعة الطباق بتتركب على بعضها بطريقة معينة وبقدر أزود عدد النباتات بوصلها إلى قرابة التسعين أو أكتر من 100 نبات في المتر المربع في حين برضو ما بقدرش أزرع عدد نباتات فراولة في الأرض أكتر من 9 إلى 12 نبات عائدة الربحة أكتر كبير عائدة الربحة عالي بس برضو التكلفة بتاعت الإنتاج عالية عالية يعني بس مصروع مربح هو مربح مع بعض أنواع النباتات وتحت التجريب ونقدر نقول تحت المنظار لنباتات أخرى عشان برضو نبتدي الزرع عبد النطربة بقيت هدف لكل الدول مش لمصر بس كل الدول عندنا الوقت مشاكل في نقص المية فكله عايز يوفر مية ده هدف أساسي كل الدول عندها مشاكل وغلوه في أسعار الأسمدة فعايز يوفر أسمدة أيه جميل أنا كرجل مستثمر هتفعل في صوبة زيدي أدي مئة ألف جنيه مثلا؟ لا بتتكلف أكتر وبتوصل لأركاب مليون مثلا؟ مثلا؟ لو صوبة على مساحة ربع فدان ممكن توصل جميل بأسعار خاصة ممكن أسترد في أقل من سرة ونص إلى سنتين أسترد تكاليفي بالكامل يعني تنصحهم تنصح بالورقيات بالورقيات في الوقت الحالي في الوقت الحالي أو في الوقت الحالي مع تجارب للسامريات زي ما احنا شايفين طالعة بجودة عالية وإنتاج عالي جدا من متوسط الانتاج من مساحة المتر المربع مش عشان برضو الناس توضح لها النقطة دية مش الانتاج من النبات لأن مع التكسيف العالي غصبا عني متوسط انتاجية النباتات بتنزل نتيجة عامل كتيرة عامل التكسيف النبات بيتأثر بالضوء جميلة فبيقل لكن مع عدد النباتات الكبيرة اللي بزرعه في المتر المربع بتزيد الانتاجية أو متوسط الانتاجية للايه للمتر المربع بس مش مقدرش أنافس بيه في السوق عشان خطر عندي منتج أرضي طالع بتكلفة أقل بحط دجن بدوت فطبعا الفوز يبقى اللي تكلفته أقل في الانتاج يبعزين نوصل جميلة وعبعزين نوصل للسيادة المشاهدين أني من الزراعة الأصح ولا الزراعة عبدالن تربا العائد بتاعها يبع علي جدا بحيث أن الزراعة الأرضية منافستها أكتر بالزبط إنما لو زراعة ورقيات هتكسب هتكسب وهتكسب بالنسبة للفقير وبالنسبة للغني لأي حد هياخد مشاريع الزراعة عبدالن تربا كمشاريع استثمارية الورقيات ربحانة وأنا مش عاز أقول زي إيه نزبط الربح جميع أنواع أصناف الأصناف الأوروبي الأوروبي اللي هي زي البتافيا أغدر بتافيا أحمر بتافيا ده خاص يا فدن نوع خاص دي كلها بس أصناف أوروبية غير الأصناف البلدية اللي إحنا بنقول لهم يجيب بزورها من هنا بزورها موجودة إحنا طبعا مش هنقول أسامي عشان بس في بعض الشركات دي شركات خاصة بتيجي من هولندا بتيجي من دولة هولندا وفي شركة تعتبر فرع من فرنسا مش عايزين نقول أسامي مش عايزين نقول أسامي مش عايزين نقول أسامي ما أنا عارف القوانين هاي ورقيات هاي بالظبط كل دي أصناف موجودة وأخذ بالك ومتوفرة في مصر بتيجي وتزرع جوه الصوبة زي ما احنا شايفين يعني في الصورة بالصدفة قدام حضراتكم اللي موجود ده مشتة المعمول جوه الصوبة بجيب البصور في قلب علب بطلع بزرع بطمر في الصواني اللي موجودة دية البيضة وبعد كده بفرد بزرع في قلب الصواني بعمل مشتل في الصواني بعمل مشتل عشان النباتات تنمو لأن أنا الربحية عندي وأساس بقى طالما دخلت في الجزء الاكسسار اللي حضرك بتسأل عليه إن أنا أنت بطول السنة صف شيتها الخاص نبات شيتوي بيطلع في ده مش تحت صوبة يا فاندي مش كده دوت تحت صوبة مكيفة فأنا بقدر أتحكي تكلفة برضو علينا بقدر أتحكي بس بيعود بيعود عندي معدل عائد فوق الـ 40% على الجنيه يعني صوبة زي دي مثلا كم متر 9 متر مثلا تتكلف كم الصوبة الصوبة واخد بالحضرتك اللي موجودة في الصورة دي بالفعل دي مساحيتها واخد بالك 18 متر يعني 2 في 9 ليه أرجين فوق سطح يا فاندي نعم فوق سطح ولا على الأرض لا ديت واخد بالحضرتك على الأرض على الأرض بس على فكرة أن فيه واخد بالك أنت بعد ناس عملت مشاريع صوبة على الأسطح لو المساحة تسمح يعني عملنا صوبة فوق سطح المصنح قبل كده والعائد بتاحها ببقاو زيه زي الأرض زيها ببقاو لأن أنا بحاكي الأرض في كل شيء المهمة بعندي صوبة متحكم فيها مناخيا فبقدر أزبط درجات الحرارة أنت كتول السنة صفشتة فبقدر أبيع الخاص واخد بالك وخصوصا الورقيات بأسعار عالية يتجاوز ربحها الاربعين في المية عائد على الجنيه واخد بالحضرتك السؤال هنا فان دلوقتي دي أصناف في بعض الأصناف أنا معرفهاش يعني أنا شخصان معرفهاش رجب نبتع زراعة هل لها سوء في مصري ولا تصديق لها سوء في مصري ولحد دلوقتي السوء المصري ميتغطي بالأجموئات المشاهدة ويستهلك يا فاندم قادر على استعاب كل هذه الكيميات بيستوعب حتى وقتنا الحالي بيستوعب كل الكيميات اللي بتنتج وبيحصل في الصيف أزمات كمان وفي ناس بتدور على المنتج وبتحاول أنها يعني تحصلوا بأي طريقة من الطرق من أي مزرعة من اللي بتنتج أو ناكحة في الإنتاج في خلال فترة الصيف لأنه طبعا الخاص محصول في الشيط وزي ما أقول في الصيف أنا بعتمد على تعديل مناخ الصوبة عن طريق أن أنا بخفى الدرجة هو في سؤال جنة دلوقتي وخبار حضرتك بيسألوا أنا عايزين بملخص كده خفيف قوي ما هي المميزات زراعة عبدالنطربة وما هي عيوبها من جهة الاقتصادية من الجهة الطبية تمام صحيتها من الجهة الفعلية من كل الجهات تمام وخبار حضرتك الزراعة عبدالنطربة مقارنة بالزراعة التقليدية تمام ومكسبهم إيه تمام بإختصار خالص وخدبالك الزراعة عبدالنطربة هي يعني الأساس وخدبالك أنت في الزراعة الحديثة في خلال المرحلة الجاية زي ما أنا قلت من ضمن مزاياها أنها بتوفر كمية كبيرة من المية تصل إلى 80% أحيانا وخدبالك في كمية المية المستخدمة فبالتالي المية اللي هتبقى متاحة لها هتمكنني أن أنا استزرع مساحات أكبر من الأرض العادية يعني اللي أنا هستعمله في الأرض العادية هزرع أضعافه وصل ده إلى جانب عنصر التكسيف في الزراعة عبدالنطربة عنصر التكسيف بيمكنني أن أنا خلي إنتاجية المتر المربع نفسه إنتاجية المتر المربع ممكن توصل في بعض الأنواع الزرع التنمية الرأسية لعشر أضعاف وخدبالك أنت كمية المنتج اللي أنا ممكن أطلعها من الأرض العادية هاي جدا أنا وفرت في كمية المية وضعفت عشر مرات في كمية الإنتاج عن الأرض العادية هاي وبالتالي بإيه بقل كميات من الأسميدة اللي ما عنديش فائد خالص من ناحية الاقتصادية معنا بقول لحضرتك هو ما عنديش فائد في الأسميدة النبات بياخد احتياجاته الباقي بيرجع للخزان لا إذا دا يرى مغنق إذا ما اتفقنا فأول الحلقة الكلمناها دي يا فندي مش عزيزي نكرر الكلام بالضبط من أمش أكرر السماد رجع أنا بعوض اللي ناقص بس لكن في الأرض التقليدية بقى ما أنا بكارن أنا المية بروي بتتصرف بتاخد السماد معاه وبينزل في مية السماد السؤال يعني تعقيبا على كلام حضرتك دلوقتي أنا عندي أسميدة ببتدعوض طب أنا ممكن أعوض عنصر زيادة لأن عندي عنصر ففي زيادة أنا بحط زيادة تمام عشان كده عشان كده إحنا الوقت دراساتنا منصبة وبنشتغل على المحليل المتحدثة مع كل مرحلة جميلة الجهاز صغير خالص واخد بالحضرتك في منه أنواع رفصة جدا بيبقى جهاز بنسميه جهاز فيه عندين جهازين جهاز اسمه الاسي اللي هو الالكتور كوند بيقس معدل توصيل الكهرابي للأملاح اللي موجودة فبيديني دلالة على كمية العناصر اللي موجودة على أساس الشحنات بتاعتها فده بس سميه جهاز الاسي لا دلوقتي أنا هذا البي اتش أنا مش فاهم اللي حالك بتقول البي اتش ده رقم حمود بالزرق لا أنا مش فاهم ده أنا بس عايزة أقول دلوقتي أنا حطيت اسميه ده اسميه ده في التربة جميل قوي تمام أعرف مني الاسميه ده نقصت عشان أزودها بمعدلات قد ايه ولا هي عشوائي لا مش عشوائي كل محصول من المحاصيل لدرجة معينة من تحمل الملوحة فبزبط الاسي عليها الاسي دي هي بتساوي معدل الأملاح الخاصة بيها في الزراعة يعني أصدق انت بتقيس نسبة الأملاح الجهاز الجهاز بقيس فيه في قلب الخزان أنا عندي خزان زي ما اتفقنا بقيس وقت مالك انت بحط الميا عندي المحاصيل الورقية مثلا هدي مثل اللي احنا بنشوفه المحاصيل الورقية اللي تثبيت الأمثل بتاعها على حوالي من واحد وتسعة من عشر اللي اتنين حاجة اسمها مليموس كل واحد مليموس بيسوي ستومئة واربعين جزء في المليون دوا دي كياسات خاصة بالإيه بالملوحة نفسها كياسات خاصة بالملوحة الملوحة دي كعناصة ما لعندي الأملح ماغنيسيو ما لعندي اللي هي العناصة للسمادية ما أنا بزود أنا باخد المية بتاعتي بيكون مية جيدة المية دي يا مية شرب عادية يا مية لو أنا بستعمل مثلا مشاريعي بيعملها في مناطق استصلاح جديدة بتعتمد على مية الأبار بشوف مية البير لو مية البير حلوة باستخدمها وبشارة لكنها مية نيل لو مية البير حدقة أو فيها نسبة ملوحة ما ينفعش طبعا نزرع بها قبل محليها حاكمس فاهمني يا فاهم تمام حاكمس فاهمني طب المقصود المقصود كان لقاتي المقصود حضرك أنا اللي بسأل عشان بس الكلام يوصل للمشاهدين تمام حضرك قلت جملة ولو هي محتاجة حلقة ممكن نعملها حلقة تانية تمام وخبار حضرك إن احنا المية فيها دايرة مغلقة تمام طريق جهاز أنا بستعمله اسمه جهاز دا بتاع ملوحة بتاع ملوحة أنا صابت على 2 مليموس على 1200 جزء في المليون ناس ليتهم بيوم 1000 أو معاوض المتين جميلة وصلت قوي وجهاز دا متوفر متوفر وسهل وفيه حابين حاجات رخيصة جدا وما تزيدش الملوحة لو أنا عنصر أو كده فيه عناصر متوازنة حكاية التزبيت بتاع كميات العناصر المناسبة كل مرحلة بتحكم فيها بنوعية الغزة اللي أنا بحطها جميلة والغزة دا أنا ما بحطش بمزاجي دا هو غزة متكامل متكامل معمول في صورة محلول ألف وبيه في كل العناصر المقدارش أخلط العناصر كلها يابا أنا فهمت كده صح إن أنا بحط الجهاز دا بغد نظر عن اسمه اسمه إيه تفادي جهاز إي سي جهاز إي سي وأنا عندي مادة هو فيها محلول الجهاز دا ليه رقم معين لما بتقل عنده بروح ما يزود من هنا واخد الستوكات المركزة اللي أنا مدوبها من أسميدة نظيفة جيدة ومحاطط على قد الكمية لنقصة فقط لغير دي عملية حسابية بسيطة جدا بنعملها ونضيفها هاي الجديد أو أو بقى زراعات الحديثة ما خلاص أنا عايز بس نوسط الحاجة عشان سيد المشاهد ما يطلق بطش إذا أقوله في الزراعات الحديثة والمشاريع الكبيرة الوقت بنتحكم إيه لي في الكلام دوت يعني فيه كمبيوتر بيتحكم في ضخ المحليل وتزبطها على مدار الساعة ده في المحلي في الكبير في المشاريع الكبيرة اللي التحكم ده مش كده وبس بيبا كمبيوتورايز مش كده كمبيوتورايز وكمال سمارت يعني أقدر أتحكم فيها لو أنا قعد مع حضرتك الوقت في الستوديو أتحكم في مزرعة في الوحاد في أي دولة تانية إنما في أي حاجة الجهاز الملوحة دوت وبعدين جهاز الملوحة دوت ما ينفعش إن أنا أستعمل معاه الأسمدة التقليدية العسوائية لازم بيكون أسمدة لازم بيكون أسمدة عادية عشان يديني قراءة مظبوطة أسمدة جاية بتركبها في صورة محلول مغزي متزن كهربيا ليه بقى ليه بقول ليه أنا بحط نفسي مطرح أو مكان عند المحلول وهو بزود القراءة هنا مفروض تزيد على حد المعقول وخلصة الموضوع المزارع الكبيرة ليه هنظام مختلف ده موضوع تاني يا متن بشغل بنفس الإسلوب يا متن بشتغل بنظام الكمبيوترائز زي ما حدك قلت وهي حكم قال جميل جدا طيب أي تاني من الوجهات المقارنة إحنا قلنا الميا بيوفر ميا بيوفر ميا بيوفر أسمدة بيقدر أعمل كسافة عالية في الأنظمة بتاعتي عن الأرض التحكم في النبات نفسه بيقلل من فرص الإصابة بالأمراض يعني ما عنديش واخد بالك أمراض كتيرة فبالتالي بقلل في استهلاك الموبيدات وممكن أستعمل موبيدات حيوية يعني أبعث خالص عن الكيميكال فبالتالي بيطلع محصول جودته عالية جدا هل ما بيستعملش موضوع كيمياء خالص؟ أنا كل شغلي واخد بالك بالكيميكال لكن لو عايز أحول شغلي كله عضو عادي هكوين أسمدة يعني ممكن استعمل موبيدات؟ استعمل موبيدات عادية خالص إلا ما احنا نتفاني أن الأسمدة دي مركبة خاصة بالمصر بالضبط ممكن استعمل موبيدات كيميكال عادية بس ألتزم واخد بالك بفترة الأثر البقل الموبيد بحيث أن أنا وقت الجمع بتاعي ما بقاش في أي أثر وحل الفائد وده بالتحليل بالتحليل طيب دلوقتي إيه هي المواد المسمرة والورقية الصالحة إنها تتم بهذه الطريقة أو بهذه الطرق ولها عائد مدي مربح تمام عندي جميع أصناف الخاص الأوروبي زي ما قلت الحضر دلورقيات دلورقيات شاملة شاملة أصناف الخاص كلها شاملة نبات الكيل بأنواع كلها شاملة نبات الكيل أو فيه نبات الكيل من الورقيات اللي سعرها عالي وبتدينا مرضوط كواس في الأنظمة بتاعتنا جدا شاملة كمان أصناف الورقيات الكسيفة الأوروبية زي السبانخ وزي السل وبعد أنواع حاجة اسمها الميكسي فشتابوا اللي بتيجي جاهزة على بعضها مجموعة خضروات بتزير ما ممكن بقدونس والحاجات دي كلها والبقدونس والشبت والكوزبرة ومميع المحاصيل أنا فاهم من حضرتك إن حضرتك بترشح دايماً أي حد يعمل ده يزع ورقيات ورقيات طب ممكن بقى البتنجان والبطاطس والحاجات دي كلها البطاطس ده بقى الشغل يمكن حضرتك نويت ليه وممكن نستفيد في الشرح مش عايزين نتكلم على الزراع الأهواء يا دلوقتي بأي وقت لا دلوقتي لا دلوقتي تقاوي بس ستب بي ستب بس عايزين بس ناخوة الطماطم الفلفل البازنجان واخد بالك جميع أنواع السامريات أقدر للاستهلاك المحلي للاستهلاك المنزلي وحاجة زي كده فراولة أقدر أزرحها تجاري لو هقدر أن أنا أوصل بسعر يعملي منافسة مع المنتج الأرضي ما هو مش هينفع تان في المنافسة هتبقى صعبة عشان كده خلاص أنا عايز بس أقول للسيدة المشاهدين أنك أنت مش هتقبق لا تستطيع أن تنافس المحصول اللي جاي من الأرض تمام لأن فيه ناس بتزرع أرض وعضو برضو تمام أنت تكلفتك تابقى غالية تمام نقفل الموضوع ده تمام جميل قوي يبقى أن لو زرعت في الزراعة الأسطح لها بدون تربة ممكن أزرع كل المحاصيل بيتنجن وطمطم وفلفل وكوسة للاستهلاك المنزلي فقط للاستهلاك المنزلي فقط إنما مش لربح الربح واخد بالك اللي نجح معايا وجاب عائد الورقيات الورقيات سواء في الأسطح على السكيل صغير أو السكيل كبير إنما لو أنت عايز تنتج أي حاجة ممكن تنتج إنما لا الزراعة الأرضية منافستها أكتر في السماريات بالزات في السماريات بالزات مش كده لنما ممكن تزرع عادي شوفنا الفيديو هات إنتاجها عالي جدا كمان على فكرة بالنسبة لمتوسط إنتاجية المتر المربح عالية جدا لو أكررنا 4-5 أضعاف إنما أنا لو أنا عندي أرض وأرض صحراوية وخبال ساعتها كتير بيروحوا المينيا غرب المينيا ومش عارف إيه تمام يعني مصروع الاستثمار الزراعي آآ الناس استغنت عن العقارات وبتتجي دلوقتي الاستثمار الزراعي كل الناس تمام أنا نهارده عندي حتة أرض صحراوية في صحرا وعمل فيها مزرعة سمك من البير تمام وحبيت أعمل صوب زراعة بدون طرب تمام وأكسب تمام أرض غالية تمام هل في الأرض داية أعمل هذا النظام وتعود عليها بالربح طبعا وطبعا ودوة زي ما قلت لحضرتك هل بورقية بس ولا ممكن مسمرة لا ممكن ورقية وممكن مسمرة لو عندي أليه تصدير معينة يعني أصدر المنتج استمري لو هقدر أصدره على فكرة الفراولة زي ما أنا بقول مش مربحة لو هصدرها لا ممكن تبعائد واخد بالك حلو جدا يبقى نقطة هنا الورقيات جميعا محلي وتصدير لأن عندك في بعض الشركات الكبيرة اللي هو 300 ألف الدام برضو مش هذكر اسمها تمام أنا جبت من عندهم بقدونس وحاجات ذا كده بتغليف وراحة تصدير حاجة هيلة طبعا ما بحتاجش أخسلها تمام فهي ممكن الورقيات مكسابها إما تصدير أو في الاستهلاك المحلي تمام إنما لو إحنا عايزين نعمل توسيع ونعمل سمار وفراولة لازم تكون تصدير أهتم بقى العملية التصديرية آه عملية بعملية التصديرية آه تمام بعملية التصديرية بقى أزرع كل المحاصيل وبقلبي جامل وقدر أزرع ووفر ماية واستوسع في في مشاريع الاستصلاح الزراعي بتاعتي الجديدة بس أبعامل قلية تصدير صح؟ عشان ما احتمشي على التسويق المحلي فقط لك لأن في بعض الأراضي الصحراوية الأرض بتبقى غير صالحة عايزة سنين فأنا ممكن أستغلها نهاردة وأعمل الموضوع ده أعمل صوب ده حاضرتك دي أولا مشاكل الأرض نفسها بتاع أماكن الاستصلاح في أراضي صخرية فعلا يعني دي موجودة وفي أراضي تانية وأخذ بالك المية بتاع الأبار ملوحيتها عالية جدا في كلتا الحالتين ما ينفعش أزرع غير بالزراع عبدالنطورب أو السوريس كاتشر اللي هو نظامنا ليه؟ الأرض الصخرية يارب يكون أسفلت يارب يكون حجر أنا مش هعملها مش محتاجها المية هقدر أعمل محطة تحلية طلع بها كمية المية البسيطة وحطاف خزان وحطاف خزان باستمرار يعني محطة تحلية الشغل على خزان وأخذ من الخزان وازرع وهزرع نفس المساحات اللي أنا ممكن كنت أستطعها أرضي وترجع أكتر من كمية لا يعني هترجع لها بعقد مادة كويس جدا زيازة دول بالطبع بس لازم أكون لو أنا عامل سامر يبنى فتح حيث التصدير متعاقد على تصدير متعاقد على تصدير أو أليه التسويق أو تصنيع للمنتج اللي طالع الجهم ما اعتمدش على أن أنا أنافس في كل الأوقات بالمنتج اللي طالع سامري معايا مع منتج أرضي لو عندي عمليات تصنيع عندي عمليات واخد بالك تصدير عندي تصنيع للمنتج وهتصدره في صورة مختلفة كل دوة تيبقى مربح معايا جدا وقدر استثمر كل الأراضي اللي أنا مقدرش يا سيد درح بالطرق التقليد سؤال تاني في بعض الناس اللي عندها مشاتل مشاتل زينة تمام اللي بيتشتغلوا في اللاندسكيب وحاجات كده وحضرتك برضو هنعمل حلقة بإذن الله عن اللاندسكيب تمام أنا النهاردة عند الأرض الصحراوية ديت وعايز أزعى مثلا بوتس والتاع وسيكس وحاجات زي كده في أرض صحراوية بالطريقة دي تمام هتعود عليها بالمكسب من أنجح اللي بتنموا واخد بالك معنا في أنظمة الزراعة منطولة بس عايزة واحد يكون مقاول عايزة واحد يكون مقاول لاندسكيب انا مش عايزة اتعامل المشروع ده بالفعل واتعامل واخد بالك في منطقة مش هذكر برضو زي اتفاقاتنا في جميع برامجنا ان احنا ما بنقولش إعلان أو دعاية لا منطقة لو منطقة عادي منطقة صفت اللبن اتعامل فيها المشروع اه اتعامل واخد بالك عمسحة أربع صواب لا اصل صفت كلها مشاتر كلها مشاكل زينة كلها مشاكل زينة اتعامل المشروع دوت وكان من أنجح المشاريع وفيه صور في الصحراء يفنين ولا فين لا صفت هنا عندنا ايه بصصفت ده أرض ثانية ما هو عشان جودة بقى المنتج اللي طالح ما هو هنا بقول لحديث لا انا بتكلم على ده واحد أرض صحراوية من باب بصحدي صفت دي مشاتر تمام واخد بالك وعندهم أرض فمش محتاج يعمل ده وبع ذلك عملوه لجودة المنتجات اللي طالعة وسرعة واخد بالك جودة المنتجات وسرعة انا بطلع في نص المدة بخلي نبات البوتريس مثلا نستوي حضرتك لو هنتكلم على المدلزين نبات البوتريس يعني ايه استوي هو نبات البوتريس بالتاكل لا ده زينة يعني استوي يعني استوي يعني هو عبار عن استاند او استيك كده لما يوصل لحد ناتل استيك وغطيه ده استاوى اذا كان في الارض بيطلع في ست شهور انو يطلعه في خمسة واربعين يوم او شهرين بسرعة اني مو بتاعدي طب لو احنا قلنا بقى خلاص احنا عرفنا الموضوع ده ممكن ينفع في الارض التانية تمام ويجيب انتاج جودة وقيمة وبتوقع صفتي دولة دولة الناس مؤولين كيبارة ويعرفوا سواء وقدر ازرعه في الجبل برضو واخد بالك الناس بقى اللي زال اللي عندها بص الناس اللي عندها انا بشوف من الناس واحد يقولك انا واخد مثلا في المانيا واخد في الصحراوي تمام واخد في حتة مفاج بير تمام واخد بالساعدتك تمام طيب انا اعمل ايه الارض انا اشتريتها وخلاص ففي ناس قالوا والله انت افحر بير ويعمل مزرعة مثلا سمك وهتجيب قال هل احنا ممكن ننصحهم انه لا اعمل النظام اللي هو الصويل لس دوت او الزراعة عبدون طربة بصوبة صغيرة هتستعيد عنها عن الارض او كميات الارض اللي فدت دين كتير تمام صح وتنجح تمام وتعود عليه بالربح تمام مش كده تمام وممكن يعمل مزارع سمكية جوه النظام دوت يعني هولارد ده شغل الااكوابونيك ده جزء استكمالي لشغلنا في الاكوابونيك قالوا اكوابونيك ان انا بعمل عملية ربط ما بين المنتج النباتي والمنتج السمكي في سيستم ما مهلكش فيه ميا زي انظمة الاستطرع السمك العادية ودي ميزة يعني انا عشان استطرع سمك بالطرق التقليدية العادية لازم اهلك ميا يعني غزبا عني لازم ابدلها او غيرها واروي بيها زارة لكن انا عندي هنا ما بستهلكها يعني الااكوابونيك لو مزارع سمكية انا بستهلكها فريدة بستهلكها فريدة منه تسميت كمان جزء بسيط كري وكتسميت وبستعيد كمية الميا البسيطة جدا برضو اللي بستهلكها وبعيد معالجة الميا من الشوائب اللي موجودة فيها سواء كان مخلفات صلبة خاصة بالاسماك او مخلفات زائبة بعالجها وبرجحها للسمك مرة تانية يعني ما بهضرش في المياه خالص وعلى فكرة احنا كل ده هنقوله بالتفصيل بعد جدا بس احنا بنشرح المهاردة في الحلقة دي ايه هي سويلس او زراعة بدون طربة وهي فروحة انما باذن الله هنعمل حلقات تغطي كل الحاجات دي ونكلم عليها بالتفصيل طب بدلت كوننا عن الاكوا بوين واكوا يعني ميا وبونيك يعني معرفش ايه مصطلح زراعة مياه زراعة الاكوا بونيك واخد بالك انت زراعة الاسماك مع النباتات ده المصطلح يعني بصفة عامة يعني زراعة النباتات مع الاسماك فيه نظام مغلق مش نظام بتبديل الميا اهو طبعا اعمل فيه فلاتر بطريقة معينة هنشرح كل ده زي ما حدث جميلة انا طبعا كلمة بونيك هي اكوا بونيك عن الزراعة مائية واخبار سعادتك اهو طبعا فيه سؤال قبل منطق للسؤال التاني اللي هي الايروبونيك هنتكلم عنها احد الزملة في الكنترول بيسألني مزارع السماكية انا ممكن اجو يعني مزارع السماكية دي لازم تابقى في الزاز هي لا طبعا بيتعمل لها نظام بولي اسليم في الارض احواض احواض مضغطية بولي اسليم باي تكلفة حقيقا كانت يعني حضرات التجاوبي وقول له يا متن بحفر الارض حفرة عادية خالص اكني جاب جبت الهضر حفر دي ابسط انواع الاحواض اه وببطنها بالبلاستيك الشركة بتعملها دي شركة انا عايز نقول بس ان فيه شركة هي اللي بتيجي تبطن وتعمل حاجات دي دي ابسط الانواع واقلها تكلفة اه او ان انا بعمل لأ نشرح نشرح الجزئية بعمل احواض مباني تمام نشرح بس الجزئية دي تمام ان هي بقى فيه شركة بتيجي تحفر الارض الرملية لو هو لو انت بتتكلم على الارض الرملية تمام بتحفرها وبعدين شركة بتبطنها ويكون عندك مصدر مائي مصدر مائي لو هو مصدر مائي مالح بتربع انواع اسماك مالحة تمام لو مصدر مائي عزبة بتزرع البلط وحاجة زيادة ده بسميه بقى نظام نظام التربية المفتوح بنظام تغيير المائة فيه بقى حضركة بتقولي المباني لو فوق السطوح فوق السطوح فيه انظمة كمان صغيرة بنعملها واخد بالك خشب فريمات خشب بتتبطن بالبلاستي سيستم صغير خالص باخد بالك انتاجيته بتبقى بحاجة او بطوب يا فاند ده بعمل حاجة سابتة اوه سيد ده انا بعمل حساس ان صاحب السطح يقدر يحرقها حسب مكانه او ينقلها معاه كمان او ينقلها صح فبنعمل احواض من الخشب بنبطنة بالبلاستيج بيبقى سعة الحوض تقريبا حوالي 800 لتر اللي احنا ما جزب من سمين متر مكعب ميا وبنتج فيه الاسماك على وحدتين صغيرين طاولات او نظام مواسير صغير بتعمل اللي بزرع فيه النباتات اللي هي بتقوم بعمليات الفلترة والطاولات بحطي فيها الحصة اللي هو بيشتغلي كفلتر حصوي اللي المخلفات الصلبة اللي موجودة في الميديا وبينشط عليه بعض انواع البكتيريا اللي بتحول الامونيا اللي نتجه عن مخلفات السمك وممكن تعمله تحالب يعني ممكن بعمل وحد صغير ازولة واخد بال حضرتك وبعد كده اخد وعمل عمليات مساعدة مع علاف السمك عشان اقليه موضوع موضوع كبير قصة كبيرة بس طبعا هو كان السؤال كمان فيه سؤال المفروض ان حدي كان تسأله انا بحصد ازاي السمك ده حتى بقالي المبدني الوقت الحصول لا هو فيه مائية يعني انا باعتمد لو السؤال ده انا بسأله وبقول لي ناس لان انا تسألته نفسي قبل كده وكذبته فيه ناس اسمهم المائية الناس ده يجيب بعد كل محصول خمسة واربعين يوم بياخدوا السمك بتاعك بيستروه يعني هما بيتعقدوا معاك قبل زراعته هما اللي بيجولك الزريعة وهما اللي بيتعقدوا ده موضوع تاني لما اي حد هنتكلم فيه اللي هي الزراعات السمكية مع الزراع الدونطورة ده انا دي كلم علي بالنظام المفتوح لكن انا عندي امكانية في الاكوابونيك او في الشغل المغلق بتاعي ان انا ادني مستوى المية لدرجة ان انا انزل امسك السمك بي ادي طريقة اه ده شغل انا بقى اللي هو النظام المغلق بتاعي بس ده بس ده على المساحات الصغيرة حتى على المساحات واخد بالك الانتاج التجاري الكبيرة بتتخلص من الماء خالص بقدر اتحكم في الخميات الماء اللي موجودة في الحوض وقت الجمع وبنزل اجمع السمك بتاعي اللي هي الشبك العادي او اللي بنسميها بالعور في البلد حضرك الحوض اللي حضرك بتقول على ليه ده قديه احنا بنتكلم واخد بالحضرتك لو هو فوق سطوح حاجات بسيطة لو بتكلم على انتاج تجاري بيبقى الوحدة مثلا حوالي حوالي مئة متر مقعب ماء دميل انا بتكلم على المساحات الكبيرة مساحات الكبيرة ده بيحتاج مائية بس ده ليه قلية في الانتاج السمك غير القلية اللي احنا مشغال بها ده تغيير مواجهة ما انا عايز اوضح يا فاندي بس حاجة المساحات الكبيرة بيقبليهم حتى اللي بيبطل بالزبط شركة معينة عشان ما حدش بس ايه بس لازم تبقى الامور واضحة بالزبط لان ممكن واحد يسمعنا يروح ينفس غلط يقول ان احنا لا احنا ضل النار دي مشكلة اه فانا بحب بفسر كل حاجة انا بقول في الحاجات الصغيرة ممكن زي ما الدكتور كده تفضل مية وتلمه بيدك حاجة متر في متر حوط سمك يعني لحد مية متر مكعب مية ده ماشي انما في الاراضي الصحراوية اللي بيبطل لك المساحة دي كلها شركة اللي بتبطل بالبلو اسيلين واللي بيشتري السمك او بيجيب لك الزريعة دي شركة والمائية في ناس اسمهم اشخاص كده اسمهم مائيين بينزلوا يصطادوا السمك دوت وينزلوا السوق موضوع يعني لو اي حد عايز يستفسر منه يبعت لنا عصر واحنا نبعت لكم يعني اجاباتكم للناس المتخصصة يعني طيب احنا برضو بنتكلم على حاجة مهمة قوي اللي هي ايروبونيك تمام واخبار حضرتك تمام اللي هي الزراعة الهوائية تمام وحضرتك كنت قلتلي احنا ممكن ننتج بطاطس في فوق سطوح تقاوي تقاوي البطاطس تقاوي بدل ما منستوردها بدل ما نستوردها ودي شغل هيبقى تجاري بحت جميلة بس حضرتك برضو قلتلي عشان يعني السادة المشاهدين او الناس المصدرين ان ده شغل تحت التجريب تحت التجريب في الوقت واخبار حضرتك جميل واحنا ناس باحثين وشغلنا كله تجريب وبنحاول نفيد مصر تمام فحكينا ايه هي موضوع الايروبونيك ووصل للتجريب طبعا احنا بنستورد تقاوي بطاطس كل سنة برقم كبير جدا وممالغ كبيرة جدا بتوصل لمليارات احنا بنحاول ان احنا ننتج على الأقل جزء مش هقول طبعا ان احنا نقدر نغطي او نكفي كل اللي احنا ممكن نحتاجه من تقاوي بطاطس على مدار محليا هنقل الجزء كبير من العملة الصعبة اللي احنا بنحطها في الاستراض وهننتج المنتج دوت على قدينا في اي وقت احتاجه على مدار السنة المعتمد في انتاج تقاوي البطاطس وده اللي بيعتمدوه عالميا هو انزمة الايروبونيك في انتاج تقاوي البطاطس فاحنا ايه هي الايروبونيك الايروبونيك اه يعني اعبارة عن نظام خلنا نتخيل كده اعبارة عن نظام او احد انزمة الزراع عبدالنطوربا زراع عبدالنطوربا اللي وسط نمو الجزور فيها بيبقى هوائي يعني انا بحط الجزور في حيز مغلق من الهواء ادي البطاطسايا هافة لا مش البطاطسايا النبات النبات بتاعي انا بزرعه يعني انا بزرع نبات بتاعي في كوب مثلا شبكي الكوب الشبكي ده يقدر الجدور تخرج منه اه فانا بحط الكوب الشبكي دوت جوه اللي هو بتاع حيز مغلق كوب الشبكي ده اللي هو بتاع الشدلات او بتاع الشدلات ده بيبقى مسقق النبات بيها المعادي خالص في الشمس ومتعرض للشمس من برة الشمس متعرض للشمس لكن الجدور بتبقى موجودة خارجة من الكوباية جوه نظام مقفول انا بديله الميا للجدور ديت عن طريق سبري رش رشاشات يا امتى الرشاشات سبري امتى رشاشات بوجر تديني ضباب جميلة بحاطة فهل محليل مغزين هايل جدا هايل جدا انا حضرتك برضو لازم نوضح ان دي بيبتاحت صوبة وان الرزاص ده بكميات معينة وصوبة بتشتغل بكمبيوتر ما يقدرش انسان يعملها بيده كده مش كمبيوتر قد ماهي طايمر بيتشغل ويبطل انه باعشتغل عدد مرات كتيرة كتيرة على فترات يعني اوتوماتيك اوتوماتيك باشتغل وبطل اشتغل وبطل يعني اشتغل واخد بقى لحضرتك دي ايه حسب سنسور معين حسب سنسور او طايمر انا بشغله الطايمر ده النظام معمول او جوه صوبة لان في حكم او فعور ما قدرش اعمله في الخارج لان فيها حاجات تانية بتحكمني ان لازم عشان انت اكتوا بطاطس تكون محمية من الزبابة او من اي نوع من انواع الحشرات اللي ممكن تنقى الامراض فانا لازم احطها في مكان مغلق وتحت شبك وتديني درانات يا فاندي بالمقارنة بالزراعة التقليدية دي بتدي كمية كويسة جدا انا انا باخدها في صورة ميني تيوبر اللي هي بتاعة الزراعة اللي هي بتاعة الانتاج اللي هي الدرانات الصغيرة الميني تيوبر والمكرو تيوبر الميني تيوبر اخدها ازراحها مباشرة اللي هي الدرانات الصغيرة المتوسطة والميني تيوبر هاخدها اديها للمزارع يحطها في الارض وينتج المنتج للارض بتاعها والمكروتيوبر بعيد زراعتها تاني في السيستم كتجديد عشان أنتج منها تقوي مرة تانية اللي هي الدرنات صغيرة خالص يعني احنا بنبتدي واخد بالحضرتك بنبتدي بشتلات من التشيكاتشر يعني عشان ده البداية البداية شتلات من التشيكاتشر اللي هي زراعة أنسجة طلعت الشتلات شتل عادية خالص انتجتها في التشيكاتشر أقلمتها حطيتها في كوباية حطيتها في نظام الايروبونيك طلعت جدور الجدور دي عبارة عن كتلة من الضرنات الميني والماكرو باخد انا اللي هي تنفع الميني اديها للمزارع يزراحها في الحقل مباشرة والماكرو اعيد زراعتها في النظام عني يعني اعطها في الكوباية اعطها في الكوباية بديل الشتل اللي جاية من زراعة الأنسجة واعيد زراعتها مرة تانية عشان اخد منها تقوي ميني وماكرو تاني وهكذا في دورة مستمرة وصلت اعتقد ان برضو السيدة المشاهدين دي وصلت بالمقارنة بالزراعة التقليدية احنا طبعا بنستورد تقاوي وفي بعض الناس بتجيب التقاوي العادية وتقصحها كده لعيون وتعملها وفي برضو تقاوي مستورادها عشان برضو يقللوا في كمية التقاوي برضو بيقطعوها لانها بتبقى جاية حجامها كبيرة ما بتبقاش في السورة الميني اللي انا بطلحها فبيطر يقطحها يأمل في كل قطعة من قطعة دي لازم يبقى فيها مجموعة براعم لان البطاطة الساق اصلا يعني مش جزء ساق واللي عليها دي براعم فانا لما قطحها يبقى عليها برعم اتنين تلاتة هم دول اللي بيلموا ويقولوني النبات جميل اه اختصاديا بقى هل الانتاج التقاوي في الارض المستديمة ولا الانتاج التقاوي في الارض مش هيعتمد لازم سهول اسكتش ولازم ايروبونيك اه الا اذا انا جايبها من بلادها اللي بتنتجها تحت ظروف وممبا في الطرق العادية بتاعتهم دي البلاد اللي انا بستورد منها التقاوي بتاعتي واخد بالك ودي مجموعة بلاد معروفة وبالاسم اللي انا بستورد منها كل سنة اللي هي دول شمال اوروبا طب هل انتاج التقاوي التقاوي البطاطس ده على سبيل المثال يعني هل لها اصناف معينة ولا بجيب الاصناف كل الاصناف اللي بستوردها اقدر انتجها محليا او طلع التقاوي بتاعتها محليا وممكن حضرتك زيما انت قلت يا دكتور خالد معانا واخد بالك انت صور للتجارب بتاعتنا وصور للمنتجات اللي طالع نجهز حاجة ونعملها في حلقة مستقلة حلقة عملت وعملتوا التقاوي التقاوي عندنا التقاوي البطاطس يا فاندي موجودة في قلب المعمل حاليا في المعمل المركز المناف نبقى نعمل حلقة تانية اه اه موجود معايا تقاوي مخزنة عشان ازرحها في تقاويت معانا تبدر استخزنها كمان هتعيش معايا فترة قدية تستحمل معايا قدية احنا برضو بنكمل المميزات ما بين الزراعة التقليدية والزراعة بدون تربة تمام بالنسبة مثلا انا في الزراعة الاوبن اير او في الزراعة المفتوحة انا بستهلك اسمدة عشوائية كتير جدا طبعا بعض المزارعين بيسمدوا عشوائي اللي انو بقاش عارف عايز يعني مثلا النطرات زادت عن كذا الافات تمام واخبار حدق بتكتر هل انا الحاجات دي بقدر اتلافاها بالزراعة بدون تربة يعني الافات بتجمها مش بتلافاها برحبا ان لو حصل الاصابة غزبا عني لازم تيجي انا اقوى جوا صوبة فمقافل باجي على المداخل اللي هي السيلنج او الوسايد التبريد بقوا حطة شبك يمنع دخول اي حاجة زي التربس او الزبابة او الحشرات اللي ممكن تخلش فقال للك فبالتالي نسب الموجودات الممكن استعملها تبقى قل الصوبة نفسها محكومة ومقفولة جامل واخد بالحضر ففرص واخد بالك انت الاصابة بالامراض بتبقى قل لما بيحصل عندي مشاكل في امراض الجزور بالصوبة جامل اولى مع الشكلة او دخلت بأي وسيلة من الوسائل علاجها ببسيط جدا اللي بتعامل مع حيز صغير او اللي هو كمية المية اللي موجودة في الخزان ما بتعاملش مع بصحة ارض شاسحة او كبيرة هح انفدان ارض ولا هنفدان خزان صغير ثلاثة اربعة متر مكعب مية فهتبقى عمليات المكافحة فرص الاصابة اقل المعاملة مع المرض نفسها بتبقى بكميات موبيدات قليلة جدا فبالتالي ما بيبقاش عند استهلاك موبيدات وفي نفس الوقت عندي واخد بالك جودة في المنتج اللي طالع انه ما فيش اثار لي في الموبيدات موبيدات فيها في بعض الصور الناس اللي كانوا بيعملوا لاندي سكيب في السطح شفت مدارس مهولة وشفت بيوت فقيرة جدا عاملة زي ما اشبه فيلا في السطح طبعا ده بيبضي قيمة للعقار قيمة اضافية كبيرة جدا يعني للعقار مثلا بخمسين الف لان انت بتبيع بنص مليون لان النظافة لها تمن واخد بالساعتك انما الفقراء المجتمع دايما بيحسبوها لا انا عايز ازود داخل وفي نفس الوقت الدولة بتقولك والله انا عايز يبقى منظر جمالي انا عايز اخلق الجمال في نفوس البشر ولو البشر حسوا بالجمال انماط سلوكهم بتختلف واخد بالحضرتك انا النهاردة بقول لحضرتك ازاي اغير انماط سلوك البشر باعتقنهم او بحبهم للجمال او حبهم في انشاء الجمال او مساهم الدوت وفي نفس الوقت يعود عليهم بالربح هل ممكن مثلا منطقة زي منطقة السيدة عيشة داية بيستهلكوا ورد كتير بيستهلكوا مواد كده هل ممكن الزراعات داية او انواع من الزراعات المعينة تقترحها حسب المنطقة كل منطقة مختلفة عن التانية بحيس انهم يكسبوا منها بالطبع وضح لنا دي فهم بالطبع لو انا هتعامل في منطقة شعبية ودوت عن تجارب في بعض مناطق زمانات الضرب الأحمر اللي كان بداية الشغل وبداية المشروع فيها وما شابه ذلك والجمالية والحيثات اللي زادية هم بيحبوا قوي انهم ينتجوا المحاصيل اللي قابلة للأكل عايزين ورقيات عايزين جرجير وشابة وبقدونس عايزين كسبارة عايزين طماطم وخيار وفلفل عايزين بتنجان واخد بالك يقول لك البتنجان احنا بنحويشه مش هناخده نخليله احنا بنحويشه عشان كل اسبوع عشر تيام نعمل منه اكلة محشي ده كان بيحصل معنا بالفعل واخد بقى والله يعني بس احنا برضو حضرات بترجع تاني فده ده ده قائم وفي بعض المناطق ونجحنا واخد بالك ان احنا نزرع النباتات واخد بالك انت زينة زي ما قلت لحضرتك في مناطق زي مناطق الصفت ده منطقة مشاتل وقوتهم او بيأتاتوا من الاتجار في المحاصيل او نباتات الزينة وخصوصا نباتات الاندور فعملنا الاسطح بتاعتهم وعملت اسطح ده غير المشاريع والسوا بالمكان نباتات زينة النباتات زينة وباعوا منها واخد بالك وانتاجة انتاج كويس قوي فيه صور تدعم ده واخد بالك نقدر نعرضها في اي حلقة تانية فيه بقى واخد بالك ظهور قطفي دي جربناها على المستوى واخد بالك البحسي ونجحنا فيها جدا فيه حاجة تانية فيه حاجة تانية احنا ببيوتنا القديمة كنا بنزع صبار ودلوقتي ابتدت امتشرت اول ايام دي استخلاص زيت الصبار او المادة اللازجة بتاع الصبار المادة اللازجة من الالوفيرا للعلاج اه للالوفيرا بص حضرت بصفة عامة والشعر بصفة خاصة جميل اوي هل دي مش ممكن نصحف مثلا في منطقة زي سيدة عايشة قريبة من طراب الغفير والطراب دي وحتى تعرف الطراب بيحب ويشتروا صبار فيه صبار كتير ومزروع واي شاتلة صغيرة قد كده اي حد يطل زيما كانت تطلع او ان الشباب ياخدوها ويبتدوا يستخلصوا منها ويعملوها زيوت وحاجات زي كده وبتوقع سيدة عايشة والمناطق المشابهة اذا حضرتك بتتكلم على محصول هيتعمل بأدنى درجات التكاليف لان انا مش احتاج له ميا ولا اعملو في نظام مائي لانه نبات صحراوي مثلا حد حد ما فكرتو في حاجة زي كده ولا دي قصدي كانت وليدة لحظة دي وليدة لحظة بس فكرة جميلة جدا انا ما فكرتش فيها على اساس ان نبات صحراوي يتحمل العطش فمش ما ينفعش ان انا حطوه في انظمة مائية لكن لو حطيتو في انظمة الصبسترات جوه بتساعد في تربة مديلة ووديته شممته مية بسيطة سبحانك بتفكر بتفكر في التقنيات انا بفكر في حاجة تانية بفكر في المنظر الجمالي ان انا المعلى فوق كل الناس زرع مثلا صبارات باختلاف انواعها وفي صبارات مسمرة بتطلع زهرة مظهرة قصدي تمام واخبارت ساعتك الجمال هي انت تقصد حضرتك ان انا اعمل لاند سكيب باستخدام سولي سكاتش ودوة طبقنا بالفعل اللي حضرتك بتقوله ده طبقنا في الفعل طب انا مع محافظة القاهرة في 27 مدرس صبار يا فنم لا نباتات زينة بصفة عامة واخوات ظهور واشجار واخد بال حضرتك وكانت قصتها ان في بعض اسطح المدارس تحولت يعني سوري في التعبير احنا في المنظر الى شبه مقالب زبان بص حضرتك انا عايزك بس يفهمني احنا سلحنا كل دو جميل اوي لانا نهاردة لما ازرع سطوح بتاع مدرسة انا دي ناس هتتضرب تعمله واخبال ساعتك لما روح مثلا بلد زي الفيه المشاتل حوالك اللي لسه قلنا دلوقتي صفت حريفة انتاج ناس بتوع مشاتل حريفة انتاج حريفة انتاج انما النهاردة لما اخلق الموضوع ده او اخلق الاحتياج عند منطقة فقيرة جدا زي منطقة شق التعبان او حتة دي كلها وقولهم يا جماعة زرعوا صبار مش هيكلفكوا حاجة وبعدين تستخلصوا منه البتاع دوت وتلاقي كل الناس انا واحد من الناس لما عرقوا له زيت الصبار هنروح للمناطق دي كلها تمام انا بخلق اقتصاد جديد تمام واخبالها هي طبعا الموضوع الاهتمام او على فكرة حضرتك ذكرت الصبار وعلى غراره خد بقى كل النباتات الطباة والاعترية مش هنذكر وممكن نتكلم عنها في حلقة الوحدة كل النباتات الطباة والاعترية بس نتكلم بس بص حضرتك ان البرنامج ده مش تكش잡ه تمام يعنا انا بعتبره انه برنامج علم مش تكشوه تمام انا ممكن نتكلم زي ما احنا عايزين انما المشايد بعد ما تفرج علينا مش هيطلع بحاجة لأنا احب المشايد بيطاع يستفيد ويستسمر واخبال ساعتك ويتصل بي يقوللي انا كسبت تمام واخبال ساعتك ويتصل بي يقوللي انا استفدت من البرنامج بتاعك وبقي تكسب. تمام. داي يبسطني قوي 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 قوي. تمام. فانا النهاردة بامسك حاجة حاجة. نهاردة موضوع الصبار ركب في دماغي دلوقتي. جميل. لانا شفتي شباب كتير او بيقطعوا الصبار وطلعوا منه الحاجة زي كده. شفت انا بس. ويهمني حاجة ان انا لما كون قاعد مسلا في نطحة سحاب مفيش نطحات سحاب. آآ عمارة تلتاشر طور وبص على العمارات الصغيرة الاقي زرع اقصادي. جمال. وانت راكب الطيارة وخبالة بدل ما تلاقي بي اقصص يقبأ حاجات ما اشبه ذلك. حاجة بتطلع كده من غير حاجة. تمام. وفي نفس الوقت تعت بالرمح. الناس لو كسبت يا فندم. تمام. ومسكت فلوس. الناس مش. الناس الفقراء. تمام. مش عايز تكون اقلع عضوي. تمام. الناس عايز تمسك فلوس. عايز تمسك فلوس. تمام. فانا لازم اقلق الاحتياج عند هؤلاء الناس انه يعملوا اللي في دماغي. تمام. يبقى ابسط في النظام. آآ. واحد. ابسط في النظام. بحيث ان انا اقلل تكاليف وال لأدنى مستوى ممكن. ابسط في النباتات بحيث انها تنفع. زي ما حضرتك قلت الصبار نبات سحراوي ينفع مع اي حد. مش محتاج متخصص. وما شبه ذلك زي ما حضرتك قلت. واخد بالك اللي شبه من النوعية ديت. هتلاقي بعض حاجات واخد بالك انت ممكن زي الزعتر مثلا الارجينو. دوت. هتلاقيه نبات. واخد بالك عوش بطبي. وشبيه باخد بالك برضه في الصبار. في سواء كان في المو. هاي. 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 ما ده اللينا عايزه. يطلعوا معانا وبكسافة. دعناها والرحان. والرحان مش قصات رحان. وبيتباع يا فندي في اسعار المرور. ده رحان واخد ده اللي هو الطبيخ اللي هو الرحان الفرنساوي. اسعاره زي اسعار اصناف الخاصة الاوروبية عالية. يعني ممكن يتباع في في السوبر ماركت الكبير. يتغلب في حت الطبق ويتباع باسعار عالية جدا. هايل جدا. اه يعني فيه 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 وسهلة. وممكن تنتج بأنظمة مائية فقط او انظمة سابستريت. سابستريت اللي هي البدائل. اللي هي البدائل. بديل طربة. بديلة. اه. او في انظمة مائية. الاصناف دي كلها. عادي جدا. يعني ممكن تطلع في حواض مية بس. على شوية فوم. يعني لوح فوم كده عوامه على المية. اه. وحط شوية الغيزة بتويل. وازرع فيه النباتات الورقية ديت زي الرحان والنعناء. وبيطلع بكسافة. والحش بتاعه بيبقى ثلاث او اربع اضعاف الارض. هايل. انا طبعا هيجي لي اسئلة كتير وانا متأكد من السادة المشاهدين. هايجي لي الله احنا عايزين نعمل موضوع دوت. وعايز المشاهدين لو في منطقة ولا حاجة. بعد اذن حضرتك نروح نعمل زيارات. ما فيش اي مشكلة. ما فيش اي مشكلة. لا ما فيش اي مشكلة. دوت على فكرة صميم عملنا في المعمل مركز المناخ الزراعي. اه. ان احنا مكان خدمي. بحس يتابع لوزارة الزراعة ومركز البقصة الزراعية. بيجي لنا نازل حضرتك كل يوم عشان تستفسر للحاجات دي وعمل لهم تلات اسطح. لا ونروح نزهرهم نعمل لهم فيهم جابه. تلات اسطح ارشادية عندي في المعمل مركز المناخ الزراع وعندي صوبة انتاج تجاري معمولة. هاي. اي حد ينورنا تابع وزارة الزراعة. هاي. في المكان اللي احنا متواجدين فيه حاليا. يعني مش ممكن نروح لهم كمان يا دكتور. اللي مين? للناس اللي عايزين يعملو. لا نروح يا فندم لو هما محتاجين ان احنا نعمل اي زيارات. اه. واخد بالك انت مفيش اي مشكلة. نايل. واللي عايز ينورنا يشوف انظمة قايمة بالفعل. يجي لنا المعمل مركز المناخ الزراع. فور فري مجاني. فري يا فندم تماما. فري. وفري عمل كامل. واخد بالك من الدكاترة بيعودوا معاه. يشرحوا له. واخد بالك انت الحاجة. واخد بالك على. هو الموضوع طبعا كبير جدا جدا جدا. ومحتاج حلقات وحلقات. واحنا زي ما وعدتوكم كده. احنا بس النهاردة بنتعرف يعني ايه زراعة عبدون طربة وايه. وازاي تعود علينا بالاستثمار. وتعود علينا بالنحية الجمالية اللي احنا نشارك في انشاءها. وان شاء الله هنعمل حلقات كتيرة لكل عنصر على حدة. بالتفصيل. بشكر حضرتك الأستاذ الدكتور. سيد حسن أحم رئيس قسم بحوث الأساليب الزراعية المغلقة بالمعمل مركز المناخ. وشكرين جدا يا فنديم على الحلقة الهيلة دي. وحضرك طبعا على وعد ان احنا نستكمل هذه الحلقات على مدار حلقات العيادة نباتية. بشكر حضرتك شكر خاص. وان شاء الله بإذن الله نستكمل موضوعنا في الحلقات العيادة نباتية المستقبلية. وفي رعاية الله وأمني. وأستوضعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأراكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم العيادة النباتية.